كثيرا ما نبني في خيالنا قصص عشق جنونية دون إدراك أن ذلك يدمرنا من الداخل يصبح خيالنا في حب وهيام لأشخاص حولنا أو حتى بعيدون عننا بل أحيانا لا يشعرون بوجودنا أو أنهم لا يحملون لنا حتى ذلك الاحترام البسيط كأفراد في مجتمع حين يدركون أننا نهيم فيهم عشقا بل يسخرون أحيانا ولا يبالون أحيانا أخرى وفي كثير من الأحيان أعيننا تفضح دواخلنا حين يشعر هؤلاء أننا نعشقهم بجنون تارة يستغلون هذا العشق المراضي في الابتزاز للحصول على امتيازات أو هدايا أو القيام بأعمال نعتقد نحن أننا سوف نتسلل لقلوبهم بها غير أننا نقوم بتدمير ما تبقى من قوانا نفسية تدميرا كليا قد نصبر على إهانتهم تارة وسخريتهم تارة أخرى وفي أعماقنا نقول لا محال سوف يشعرون بنا يوما ما بل نجزم في خيالنا أنهم أصبح يحبوننا بل لا يستطيعون فراقنا غير أن عقلنا الواعي المدرك للأشياء يشعرون بالشك في تصرفاتهم وبالتالي نحاول بكل قوانا أن نصدق أنهم فعلا يحبوننا غير أن ذلك ليس بحقيقة مطلقة إنها فعلا تخيلات نصنعها ونصدقها لأننا ببساطة نحبهم ونعشقهم غير أنهم لا يبالون بوجودنا بل لا يذكرون جميلنا تجاههم وأحيانا أخرى يسخرون من وجودنا بجانبهم ورغم كل ذلك نستمر في إذلال أنفسنا معتقلين أننا سوف نصحرهم برغبتنا في وجودهم بحياتنا وكلما ازدادت تضحيتنا تجاههم كنا كمن يسكوا مياها وفرة في صحراء قحلة إنهم لا يتغيرون إنهم يستغلون بإدراك كبير مودتنا تجاههم وبالتالي يستمر حلمنا دون كلل وملل ومنا أيضا من يبني أحلاما ويصنع قصصا مع أشخاص لا يعرفون أي شيء عنه بل لا يشعرون بوجودنا في حياتهم نعتقد من نظراتهم أو تصرفاتهم حتى لو بصدفة أنهم يهمون أيضا بنعشقا وبالتالي نصنع قصصا وحكايات نصدقها نحن وحدنا فقط ونستمر في الإحساس بها غير مبالينا بأوهامنا التي صنع هذا الحب المريض نحزن وننتظر مواستهم في خيالنا نفرح ونترجى مشاركتهم فرحتنا إيا لها من قصوة مشاعر امتجاهنا حين نصح من غفوتنا مدركين أننا نحلم في الواقع وبالتالي تكون صدمتنا كبرى بل مدمرة حين نتلقى الصفعة والأخرى من هؤلاء إنهم لا يبالون بكل هذا العشق تجاههم إنهم لا يشعرون بمودتنا إنهم يصخرون منا ما أصعب هذه القصوة في حياتنا حين نعشق أناسا لا يبالون بنا وبالتالي أصعب ما في الوجود أن تبني كل أمالك وأحلامك مع أناس أحببتهم بصدق بجنون كنت مستعد للقيام بكل شيء من أجلهم لمجرد أن تنال عطفهم ورضاهم أو حتى كلمة تقدير منهم بل يبخسون كل شيء إن فعلته من أجلهم يا إلهي ما أصعب هذه القصوة حين تدرك أنهم لا يبالون بهيامك فيهم والأقصى قصوة حين تدرك أنهم الليل هتون وراء سخصيات أخرى بل تنظر أحيانا بعينيك أنهم يموتون عشقا في أشخاص آخرين يا إلهي رحمتك يا رب لكل هؤلاء أقول هناك حب أقوى وأعدم وأرحم لا يدعو سروط لحبك لا لا يفرض عليك مواعيد لقائه بل يعيدك أنك كلما اقتربت من الخطوة سيأتيك بخطوتين يقدرك يشعر بك يسعدك بلقائه يرضى عليك لا يحتاج واسطة بينك وبنا موجود في كل مكان معك وفي أي زمان لا تخشى فرقه أبدا لكل من عانى من الحب من طرف واحد أقول معك الله جل جلاله لا يرضك خائبا أبدا انطلق في حب جلت قدرته وسوف تنسى الدنيا بكل ما فيها ألقاكم بخير حسن يوزف